هنتكلم النهاردة عن How are blood cells format? What are the types of blood cells formation? ايه انواع تكوين خلايا الدم Blood cell formation نطلق عليها مصطلح Heimatobuiz Heimatobuiz يعني production of all blood cells Red blood cells White blood cells Platelets It comes from red pomaro ده طبعا في الأدلت شاص البالغ ناضج اليوكساك في الإمبيريو الجنين في الأسابيع الأولى من الرحم اليوكساك جزء صغير جدا داخل الرحم بيكون هو مسؤول عن تكوين خلايا الدم في الشهور الأولينية من الحمل الليفروفلسبرين في الفيتس كل الخلايا بتاعت الدم تبقى طلعة من خلية جزائية اسمها Heimatobuetic stem cell البروزيس دي عشان تحصل محتاجة gross factors عوامل النمو الريتروبويزيس ده نوع من أنواع الهيماتوبيزيس بيحصل برضو في الريتبو مارو محتاج gross factors زي ما قلنا gross factors اللي بيحتاجها عملية تكوين خلايا الدم الحمراء هرمون مهم جدا اسمه Heimatobuetic وعامل الجو مهم جدا اسمه Heimatobuetic وهرمون ده بيؤدي إلى أن الخلايا بتاعت النخيل العظمي يحصل لها Maturation Maturation نطق يعني الخلايا تبتلي تبقى Immature لغاية ما بتوصل في الآخر تبقى Mature red blood cells اتفقنا أن فيه هرمون مهم جدا اسمه Heimatobuetic هرمون ده Glycoprotein يعني كاربوهيدريتو بروتين طلع منين 90% منه من الكدني ونسبة بسيطة بتصنع في الليفر وأصبح الآن بيصنع فيه السوق في الماركت في شكل درج اسمه Epogen بيستخدم فيه علاج الأنيمية اللي سببها النقص في هرمون الريتبوكروتين اللي غالبا بيكون سببها فشل في الكلة أو أمراض الكلة المزمنة pursuit حجز